اشتركوا في القناة من المناطق السكنية في عراد وزيادة ساعة التخزين وفق المخطط والجدول الزمني المحدد لاستكماله في الربع الثالث من عام 2019 وقد اشهد الوزيران بتحقيق مليون ساعة عمل دون اصابات في المشروع وكان الوزيران قام بتفقد مجمع مستودعات وقود الطائرات الواقع شمال شرق مطار البحرين الدولي حيث اوضح معالي وزير النفط ان رؤية الهيئة الوطنية للنفط والغاز تتضمن دعم المشاريع الرائدة لتحقيق العديد من الانجازات الملموسة والنقلة النوعية المنشودة في المملكة بما فيها رفع كفاءة وتوسيع نطاق عمليات وخدمات وقود الطائرات من جهته اكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس ادارة مجموعة طيران الخليج القابضة ان مجمع وقود الطائرات من المشاريع الحيوية الرئيسة في خطة اعادة هيكلة قطاع الطيران في المملكة من اجل توفير امدادات وقود الطائرات وعمليات تشغيل وصيانة اكثر كفاءة وسلاسة لشركات الطيران الدولية العاملة في المطار والتي تصل الى 38 شركة